نرجع بقى لأشهر الأنواع وأكثرها انتشاراً زي ما قلنا وهي أنيميا نقص الحديد بسرعة جداً هقول لحضراتكم العلامات والأعراض بتاعتها شحوب على الجلد شحوب وممكن يبقى فيه نقط بيضة في الوجه انخفاض اللون الزهري اللي بيبقى بيميز الشفاتين الشفة وبطانة الجفون بتلاقي اللون ده فاتح قوي وتحت الأظافر كمان مش مفروض هنا بيبقى فيه لون كده بتلاقي اللون ده فاتح قوي بيقى فيه شحوب الأطفال المصابين برضو بالأنيميا بيكونوا سريع الغضب عندهم ضعف وميل إلى التعب السريع نفسهم قصير يعني عندهم قصر نفس كده عندهم سرعة في ضربات القلب عندهم تورم في اليدين والقدمين خلاص كل دي من علامات الإصابة بالأنيميا لا قدر الله وإذا استمرت الحالة بدون علاج ممكن يحصل مشاكل في النمو الطبيعي لا قدر الله طبعا تشخيص الموضوع يا جماعة بسيط جداً جداً إذا لاحظنا حاجة من الأعراض دي أو شكنا فيها بنروح للدكتور اللي هيقوم بالكشف الطبي ويؤكد التشخيص أو ينفيه وهيأكد التشخيص وهيساعد الدكتور في التشخيص أنه يطلب تحليل صورة دم صورة دم كاملة وهيطلب كمان تحليل معملي مستويات الحديد في الدم طبعاً في حال وجود نقص في الحديد العلاج بيعتمد على تصحيح الشكل الغذائي لطعام الطفل يعني لازم الطفل ده في أكله يكون فيه حديد وفيه على فكرة أنواع محددة من الغذاء غنية جداً بالحديد عايز أقولها لحضراتكم الأنواع دي غنية جداً بالحديد لأن زي ما سمعتوا كده اللبن الحليب فيه حديد قليل جداً قبل إيه الأغذية الغنية بالحديد الكلام ده بقى للصغرين والكبار على رأسها البلح الطمر حاجة تانية مش هتيجي على بالكه خالص العدس البني العدس البني بتاع الكشري اللحمة الحمرة في المرتبة الثالثة البنجر التين البرشومي الأرسيا اللي هي من الفواكه المجفافة خلاص السبانخ الكبدة بس مش كتير المفروض ما يتكلش كبدة أكتر من مرة على فكرة في الأسبوع الجرجير الملوخية التفاح الكمترة الموز العسل الأسود البتنجان الطماطم عصير الرمان شفتوا المدى الواسع جداً للأغذية الغنية بالحديد عامل إزاي؟ أرجوكوا ارجعوا للموضوع ده كمان على السوشيال ميديا لأنه موضوع مهم جداً وبالترتيب ده بالترتيب ده اللي أنا قلته في الأول ده أغنى المصادر بالحديد طبعاً بالإضافة لكده فيه أدوية بتكون أدوية حديد بقى واللي بتكون في سورة نقط للأطفال الصغارين أو سائل أو أقراص للأطفال الأكبر وهنا عايز أقول لحضراتكم بعض النصائح بخصوص الأدوية يعني في حال لو روحنا للدكتور وتم تشخيص حالة الطفل أو الطفلة أنه عندهم أنيميا واستدعى الأمر أنه كان الأمر يعني يستدعي أنه مش بس بقى الاعتماد على الغذاء لكن يستدعي كمان العلاج بمركب دوائي اللي هو حديد فيه بقى نصائح مهمة أولاً ممنوع ناخد الأدوية من نفسنا من غير رجوع للطبيب يعني ما ينفعش حد يقول إيه أنا ابني عنده أنيميا يعني أنا عملت له تحليل صور الدم طيب إيه بقى الحديد أروح للصيدلية كده ممنوع لأنه الأدوية بتاعت الحديد بتختلف بتختلف كمان درجة امتصاصها ومكان امتصاصها يعني فيه حديد مثلاً معين بيمتص عبر الاثنى عشر مباشرة وفيه حديد بيمتص من الأمعاء وهكذا يا تمام طيب يبقى أولاً ممنوع ناخد أدوية الحديد من نفسنا ثانياً ممنوع تقديم الشاي للأطفال وتحديداً البسكوت بالشاي الأكلة اللي هي يا رب الناس بقى تصدق وتفهم أن دي حاجة خطر خطر على الأطفال جداً أنه الشاي فيه مادة اسمات تانيك أسد تانيك أسد ده بيمنع امتصاص الحديد عند الكبار والصغيرين بالمناسبة يعني ممكن حديدك تكون بتاكل كويس جداً بس بتشرب شاي بعد الأكل فالشاي ده يمنع امتصاص الحديد لو سمحتوا اشربوا شاي وكده بس ما يبقاش تقيل قوي ويبقى مرة واحدة في اليوم أو ما تكتروش يعني والأطفال ممنوعة بقى خالص ممنوعة حكاية البسكوت دي لأنه غير كمان أن هي بيمنع امتصاص الحديد البسكوت خطر جداً لأنه بيتراكم في أماكن ظهور الأسنان ده غير محتواه السكري وأنه البسكوت أصلاً بيبقى فيه بيض وفيه حاجات غير ملائمة خالص لعمر الأطفال خاصة لو تحت سن السنة ممنوعة تالت نصيحة إيه؟ ممنوعة إعطاء الدواء باللبن أو بالحليب ليه؟ لأن الحليب بيمنع امتصاص الحديد أنا بقول لكم الحكاية دي لأن فيه أمهات يقول لك إيه؟ الحديد طعم وحش؟ آه طعم وحش على فكرة طعم وحش عشان كان ممكن يتحطى على عصير لكن ما يتحطش على حليب كمان فيه معلومة مهمة جي لو تحطى على حليب مش هيمتص كمان فيه معلومة مهمة إن فيتامين سي بيزود امتصاص الحديد طب ممكن نستفيد بقى إزاي؟ بعد جرعة الدواء اللي الطفل بياخدها ممكن ياخد مقدار قليل من عصير البرتقان مثلا ورابعا ممكن تنظيف الأسنان بعد تناول الدواء لأن الحديد بيطرك لون على الأسنان اللون ده غير دائم عشان ما تخافوش يعني وخامسا ما نقلقش من الإمساك أو تغير لون البراز إلى اللون الداكن لأن الحديد بيغير لون البراز إلى لون أغمأ شوي وطبعا سادسا لازم الأدوية كلها مش الحديد بس يكونوا بعيدة عن متناول إيدين الأطفال وأخيرا عايز أقول لحضراتكم على أهم طرق الوقاية من أنيميا نقص الحديد وهي ممنوع تقديم اللبن الحليب للطفل قبل عمر سنة الغذاء المتوازن الغني بكل العناصر الضرورية للجسم وعلى رأسها الغنية بالحديد زي ما سمعته وتقديم الأطعمة المعززة بالحديد أحيانا كاي بتلاقوا فيه منتجات يقول لك معزز بالحديد دي بتبقى حاجات كويسة وطبعا فيه بعض الأنواع الألبان الصناعية بتكون معززة بالحديد دي برضو حاجات كويسة ترجمة نانسي قنقر